الله معكم. هيدا الفيديو موجه لمعالي وزير الصحة الحالي. معالي وزير الصحة يعطيك العافي. ما بيكفي انه بهالأزمة عم تتبهدل الناس على البيب المستشفيات وآآ وعبيب الصيدليات. في دولة اهلي عشر علب صغار للقلب وعشر علب للسكري. موجودين بتركيا مشكور الصديق ابو خالد اللي امن ليه هون. شو الطريقة يقدر امنهم على البنان لانه بده موافقة معاليك. آآ احلى ما اطلع بطيارة عالتركيا وجيبهم. بتمنى من حضرتك آآ تاخد هل الموضوع بعين الاعتبار. مش لأهلي بس لكل الشعب اللبناني. بقى بهدل اكتر منيك ما بقى آآ يصير لهالشعب اللبناني عبر بمستشفيات. ما بيكفي انه الناس عم تنام بلا اكل في الناس عم تنام آآ برداني. اتمنى من حضرتك بتواصل معي. هيدا الفيديو بكل محبي. ومشكورين على كل الجهود. آآ وما بتنحزد ابدا عالمواقع اللي انت في. بقى آآ انا اسمي امير ياسبيك مواطن لبناني عم ناشدك. في دواء لأهلي موجود بتركيا باسطنبول. بدي جيبهم مع شركة بس بس في برمي وبنا جيبهم عمرحلتين على شهرين. يعني ما بيكفي هالبهدلة اللي عم نتبهدلة. ما فينا نجيب دواء من تركيا عبر شركة او دي اكتشال مسلا. بس هالسؤال ازا فيك اكتعدني بالموضوع. الله بساعدك ويطور بعمرك. شكرا لعلك. سلام. اشتركوا في القناة.